اهلا بكم الى النشرة المفصلة من العربية انا ميسون عزام احييكم وهذه الخامسة مشاهدين نبدأ بالعنوين ايران تراوغ مجددا وامريكا تدرس ردا مناسبا وتطالبها بتقديم المعلومات المطلوبة دون تأخير الخرطوم تتعهد بتنفيذ مطالب اهل الشرق وصادرات النفط من جنوب السودان تعود لمجاريها المستقيلون من النهضة يعتبرون قرارهم تغليبا لمصلحة تونس بعد اخفاق الحركة في الاصلاح لجنة الدفاع البرلمانية تطالب بفتح تحقيق ضد بيبا لتشكيله لجنة تمنح الجنسية لغير الليبيين اذا مشاهدين بعد ان كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس ان طهران منعت مفاتيشيها من دخول منشأة كرج قبل ايام طبعا متقاعسة بذلك عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة مدير عام الوكالة رفايل جروسي للعاصمة الايرانية في الثاني عشر من سبتمبر اترد الايراني مندوب ايران في الوكالة الدولية كاظم غريب ابادي اعتبر ان تقرير جروسي غير دقيق وايضا يتجاوز الشروط المتفق عليها في البيان المشترك ابادي اقر ان اي قرار تتخذه ايران بشأن اجهزة المراقبة يستند فقط الى اعتبارات سياسية وليست قانونية معتبرا انه لا يمكن للوكالة ولا ينبغي لها اصلا ان تعتبره احد استحقاقاتها تقاعس ايراني واضح اتفاق الثاني عشر من سبتمبر الذي تم التوصل اليه عشية اجتماع مجلس محافظي الوكالة والمؤلف من خمس وثلاثين دولة سمح للمفاتيشين الدوليين بصياغة وصيانة معدات مراقبة محددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة في عدد من المواقع النووية في ايران من ضمنها منشأة كارج طبعا هي منشأة تعرضت في يونيو الماضي لعملية تخريب اذ جرى تدمير احدى الكاميرات الاربع التابعة للوكالة هناك ولم تعد ايران وصائد تخزين البيانات في تلك الكاميرات تحديدا باوتر ازمة ايرانية جديدة مع مفاتيشي وكالة الطاقة الذرية وهذه المرة تتعلق بالانشطة النووية في منشأة كارج التي تقول تهران انها تعتمد عليها في سبيل تطوير استخدامات التكنولوجيا النووية للاغراض الطبية عودة للمربع الاول بعد تراجع تهران عن الاتفاق المتعلق بمنشأة كارج اتفاق كان يقضي بالسماح للمفاتيشين التابعين للوكالة بصيانة اجهزة المراقبة في المنشأة الموقف الايراني ادخل مسار التسوية السلمية لانشطة ايران النووية منعرجا جديدا فمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايا لغروسي اكد ان عدم السماح بدخول ورشة تصنيع مكونات اجهزة الطرد المركزي في كارج يتنقض مع شروط الاتفاق ويؤثر في القدرة على تقديم ضمانات حول سلمية برنامج ايران النووي من جهته اكد سفير ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تقرير غروسي غير دقيق ويتجاوز الشروط المتفق عليها امريكا من جهتها خيارت ايران بين السماح للمفتشين بدخول الورشة او مواجهة العواقب كذلك اكد الاتحاد الاوروبي ضرورة وفاء ايران بالتزاماتها النووية تقارير اممية اكدت تورط منشأة كارج في اعمال نووية غير سلمية وكانت الخزانة الامريكية واوروبا والامم المتحدة ادرجت الموقع ضمن قائمة العقوبات عام 2008 وجمدت اصوله ولكن مع الاتفاق النووي عام 2015 تم رفعه من قائمة العقوبات لكن سرعان ما اعيد ادراجه عام 2018 من طرف الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب طبعا الاتحاد الاوروبي اعرب عن قلقه من عدم سماح ايران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول الى ورشة لتصنيع مكونات اجهزة الطرد المركزي في هذه المنشأة كارج دعا الاتحاد الاوروبي طهران الى السماح للمفتشين بالوصول الى الورشة دون تأخير اوروبا اعتبرت قرار ايران يتعارض مع البيان المشترك الصادر عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية في وقت سابق هذا الشهر والمزيد ينضم إلينا من بروكسل باولو كازاكا النائب السابق في البرلمان الأوروبي أهلا بك سيد باوليو اسمح لي أن أبدأ بالموقف الأوروبي أوروبا قلقة من هذا الحدث هذه اللغة المستخدمة أوروبيا هل بالفعل تتوافق مع حجم الموقف الإيراني المتخذ الآن أم أنه ترى ربما هناك نوع من المهادنة محاولة لعدم التصعيد كيف تقرأه أعتقد أن أعتقد أن دول الاتحاد الأوروبي حالها حال بقية دول العالم يجب أن تشعر بالقلق إذا ما يحدث وإخلاص يما أن سيد جروسي كان قد تحدث بأن موقع كرجس سوف يكون له قدرة للوصول من قبل مفتشي الوكالة الدولية لكن هذا التوجه من قبل النظام الإيراني يظهر بأن الأخير يقوم بالتصعيد في مواجهة الأسرة الدولية والآن بدنا نعلم علم اليقين بأن الإيرانيين يعملون على استخدام هذا الموقع فقط لأغراض تطوير السلاح النووي ونعلم أن النظام الإيراني قد قام بتخصيب اليورانيوم بدرجة تصل إلى 60% وهي ليست مخصصة لأي أغراض سلمية لذا فأننا نرى أن إيران تتحدى الأسرة الدولية بصورة كاملة وأعتقد في ذات الوقت أن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون لديها موقفا واضحا في هذا السياق وعليها أن تقوم بوقف طموحات إيران النووية وعدم التهاون مع إيران وما تقوم به في المنطقة نهيكم عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في الداخل وهي تقوم باتخاذ إجراءات كلها تصب في هذا التوجه الذي يزيد من تلك الانتهاكات وعلى الأسرة الدولية أن تتخذ موقفا موحدا وقاصيا في مواجهة التصعيد الذي تقدم عليه إيران سيد باولو طبيعة الموقف الذي يمكن أن تتخذ أو يتخذ الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة كانت واضحة ألا سيكون هناك عواقب وهي قد بدأت بالفعل بفرض عقوبات إن كان على أفراد أو شركات أو غيره أوروبا ما الذي يمكن أن تقوم به وهل هي قادرة على ذلك أصلا أعتقد أنه من الضرورة بمكان لدول الاتحاد الأوروبي أن تعمل بصورة لسيقة مع الأسرة الدولية والولايات المتحدة ولكن أولا وقبل كل شيء لا بد لنا أن نعمل أيضا بالتعاون مع كافة الدول العربية والمنطقة في مواجهة إيران ثانيا علينا أن ندرك أن مسألة العقوبات قد تفضي إلى وقف طموحات إيران النووية في المنطقة وهذا يجب أن يطبق في أماكن كثيرة مثل لبنان والعراق وسوريا فهذا أمر ضروري لا يمكننا أن نفصل السياسة النووية عن بقية طموحات إيران الأخرى التي تعكف على فعلها وهذه لا يمكن أن نسميها سياسة داخلية إيرانية ولا بد لنا أن ننخرط بصورة متسقة للعمل على جعل إيران لتكون شركا أفضل من أي دولة أخرى ولا بد لنا من حضر أنشطة إيران وطموحاتها في أي مجال من تلك المجالات وما من تهاد أو تهاون من قبل الاتحاد الأوربي في هذا الخصوص في مواجهة تلك الطموحات ويوم الغد قد يكون هو الخطوة الأولى في هذا الاتجاه فيما يخص برنامج إيران النووي وكافة طموحات إيران سيد باولو أنت تتحدث عن أنه يجب أن يكون هناك تحرك للمجتمع الدولي من قبل الاتحاد الأوروبي التنسيق معهم إلى آخره الاتحاد الأوروبي يمر بفترة ليست بالفترة السهلة إن كان فيما يتعلق الآن انتخابات وتحول جديد في ألمانيا إن كان أيضا فيما يتعلق الأزمة الأخيرة ما بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بريكزيت بريطانيا وأيضا التحالف الجديد مع الولايات المتحدة هل تعتقد أنه الاتحاد الأوروبي قادر على الخروج بموقف موحد فاعل وبالتالي تنسيق مع ما تبقى من المجتمع الدولي؟ في الدول الديمقراطية الانتخابات هي العرف المعتاد ولا أعتقد أن عقد أي انتخابات يجب أن توقف مجرى الحياة فقد أعتدنا على هذا الأمر منذ سنوات طويلة وأرى بأننا يتوجب علينا أن نعمل سوية والبريكزيت لم يكن أيضا مسألة محسوبة في أوروبا أو في سياق الأمن القومي وهذه الفكرة التي يدعى بأن دولا تقوم بعقد شراكات تجارية مع دول أخرى من أجل تحقيق مآرب سياسية هذا أمر غير صحيح وقد ينطوي على تبعات سلبية كما حدث في أمثلة متعددة لكن علينا جميعا أن نتفهم ما هي الأساسيات هنا وما هي الأمور غير المهمة وأن نميز بين تلك العناصر لأن هذا ينطوي على أهمية كبرى وأنا أود أن أرى كافة الأطراف المتناحرة في هذا الخلاف لا بأنه يتوجب عليها أن تعمل سوية كان معنا من بروكسل باولو كازاكا النائب السابق في البرلمان الأوروبي شكرا جزيلا لك ننتقل الآن إلى السودان الخرطوم أعلنت إمكانية استئناف صادرات النفط من جنوب السودان عبر ميناء بشاير بعد اتفاق مع المحتجين الذين كانوا قد أغلقوه هذا الاتفاق يأتي بعد ساعات على إرسال الخرطوم وفدا وزاريا للتفاوض مع محتجين كانوا يغلقون الميناء وخطي تصدير واستراض النفط من البلاد مجلس سيادة السوداني قال أن عضو المجلس نور الدين كباشي تسلم خلال زيارته لولاية البحر الأحمر مذكرة بمطالب أهل شرق السودان تعهدا للمحتجين بتنفيذ البنود التي تحويها هذه المذكرة ودراستها اشتركوا في القناة المزيد ينضم إلينا من بورت سودان المراسل العربية محمد عثمان أهلا بك محمد جديد المواقف الآن وما تم الاتفاق عليه وما تم تنفيذه حتى اللحظة نعم ليس هناك أي جديد فيما يتعلق بعملية الإغلاق كل المواقع التي أغلقت من قبل ما يزال الإغلاق الآن مستمر في الميناء الجنوبي تكدس للبضائع وأيضا للحاويات في هذا الميناء الاستراتيجي والذي له بعد استراتيجي هام وهام جدا هنا في السودان أيضا عمليات الإغلاق متواصلة في الطريق الرابط الذي يربط ولاية نهر النيل بولاية البحر الأحمر في مدينة هايا وأيضا في مدينة سينكات وبالتالي هذا هو الموقف الآن في ولاية البحر الأحمر في مدينة بورت سودان يعني واحدة من مكاسب الزيارة التي قام بها الوفد الوزاري الذي حضر إلى هذه المدينة واختتم زيارته مساء أمس بفتح الأنبوب الذي يضخ نفط دولة جنوب السودان والذي يمر عبر ولاية البحر الأحمر وصولا إلى مدينة بورت سودان وإلى ميناء بشائر هنا في مدينة بورت سودان فتح هذا الأنبوب وبالتالي أزال كل الحرج الذي كان يقع على الحكومة السودانية والخسائر الكبيرة جراء هذا الإغلاق من قبل هؤلاء المحتجين الذين يطالبون بمطالب دفعوا بها إلى عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي إبان حضوره أمس في هذه المدينة طيب محمد هذه المطالب التي نتحدث عنها الوعود كانت بتنفيذها أو لا الوعود هي بدراستها وبالمقابل متى سنسمع الرد؟ نعم الخيار الثاني هو الذي حدث مساء أمس يعني عندما دفع هؤلاء المحتجين بهذه المطالب للفريق أول شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة ومعه الفريق الوزاري أمهلوهم مهلة أسبوع حتى يتم دراسة كل المقترحات التي تقدموا بها أيضا كل المطالب التي طالبوا بتنفيذها هنا في إقليم الشرق في ولاياته الثلاثة الوفد الحكومي كان رده أننا سنقوم بدراسة هذه المطالب والتشاور أيضا مع كل مكونات السلطة الانتقالية وبالتالي معرفة ما إذا كانت هناك إمكانية لتنفيذ هذه المطالب ما ذكرته في الجزئية الثانية هو الذي حدث مساء أمس كان معنا من بورت سودان مراسل العربي محمد عثمان شكرا جزيلا لك وابقى معنا محمد عثمان نكمل على الجانب الآخر والمقلب الآخر فيما يتعلق بالتحركات بالعاصمة الخرطوم رئيس البعثة الأممية في السودان فولكر بيرتس شدد على أهمية المحافظة على الشراكة بين أطراف الفترة الانتقالية المبعوث الأممي قال إن الخلافات السياسية أمر طبيعي مشددا على أن الفترة الانتقالية مثالية وستؤدي لانتقال كامل وشامل للحكم المدني الديمقراطي في السودان ودعا جميع الأطراف إلى خفض التصعيد ووقف التراشق الإعلامي والتركيز على الحوار والتعاون ومن جانب آخر أكد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان بتمسكه بالمرحلة الانتقالية وبالشراكة لاستكمال مؤسسات المرحلة الانتقالية وصولا للانتخابات والتحول الديمقراطي كما دان الإنقلاب على حكومة الفترة الانتقالية مع العمل على توسعة القاعدة السياسية والاجتماعية للحكومة الانتقالية مشيدا بالقوات المسلحة السودانية لتصديها للانقلاب وإحباطه المزيد معنا من بورت سودان مراسل العربي محمد عثمان أعود إليك لنتحدث عن الأزمة القائمة بين المكون المدني والمكون العسكري دعني أبدأ إن كان هناك أي جديد وهل من تنسيق على الأقل ما بين المكونين فيما يتعلق بأزمة الشرق أو لا نعم يبدو أن حالة الاحتقان السياسي الموجودة في الخرطوم كانت واحدة من التمظهرات الواضحة في ارتداداتها ما حدث مساء أمس هذا الوفد الوزاري الذي يضم عسكريين ومدنيين تعلمين أن عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي كان قائد هذا الفريق الوزاري يرافقه وزير الداخلية ووزيرة الخارجية ووزير النقل وأيضا وزير الطاقة والبترول هذا الوفد غادر هذه المدينة وفي هذا إنعكاس لحالة الاحتقان السياسي الموجودة في الخرطوم هذا الوفد كان من المفترض أن يبقى في هذه المدينة لمدة يومين تم تقصير هذه الزيارة اقتصرت على أن تكون في يوم واحد غادر الوفد سريعا إلى الخرطوم البعض فسر بأن ما يحدث في الخرطوم انعكس على هذا الوفد الوزاري الذي قدم من الخرطوم لوضع خارطة طريق لحل أزمة إقليم الشرق وهذه النقطة الرئيسية ما يحدث في الخرطوم وحالة الاحتقان السياسي ينعكس على ملف الشرق هذه النقطة الرئيسية هل تلمسنا بالفعل نوع من الانفصال والاختلاف بالرؤية ما بين المكون المدني والمكون العسكري فيما يتعلق بالحلول التي يمكن أن تكون مطروحة لإقليم الشرق أو لا نعم على لسان رئيس مجلس السيادة في حواره الأخير مع قناة العربية يتحدث عن هذه الجزئية أن ما يحدث في شرق السودان هو شأن سياسي يخص الجانب الحكومي وليس للجانب السيادي ولا المكون العسكري دخل فيما يحدث في مدينة بورسودان أو في ولاية البحر الأحمر وبالتالي أيضا رفض كل المزاعم التي تقول بأن للمكون العسكري أياد فيما يحدث في شرق السودان رئيس مجلس السيادة نفى هذا الأمر وشدد على أن المكون العسكري ليس له أي علاقة فيما يحدث في شرق السودان وأن هذا شأن سياسي وعلى الحكومة أن تطلع بأدوارها في هذا الملف أيضا هناك اتهامات صوبت من قبل الجانب الحكومي تجاه المكون العسكري بالتراخي في مسألة حسم هذه القضية قضية شرق السودان وهي في مهدها أيضا كان الرد بأن هذا الشأن لا يمكن التدخل فيه عسكريا وإنما أيضا بالحوار وبالتالي تختلف الرؤى فيما يتعلق بقضية شرق السودان من قبل المكون المدني وأيضا المكون العسكري زاد من حدة هذه المواقف هو الموقف الذي صرح به قائد هذا الحراك وهو الزعيم العشائري تيريك وهو ناظر عموم قبيلة الهدندو وهو القائد لهذا الحراك هنا في شرق السودان عندما رفض الحديث مع المكون المدني أو مع الحكومة وطالب بأن يتم التفاوض فقط مع أعضاء المكون العسكري في المجلس السيادي وبالتالي هذا ما زاد الأمر تعقيدا هنا في شرق السودان من بورت سودان مراسل العربي محمد عثمان شكرا جزيلا لك بالخامسة ولكن بعد قليل حصيلة الاستقالات في حزب النهضة ترتفع إلى 131 عضوان أهلا بكم مجددا إلى الخامسة نكمل من تونس حيث ارتفعت حصيلة الاستقالات في حركة النهضة إلى 131 بعد الإعلان عن استقالة 18 عضوا تابعين للمكاتب الجهوية والمحلية ومجلس شورى الحركة بسبب ما وصفوه بالإخفاق في معركة الإصلاح الداخلي برر المستقلون من الحزب قرارهم بأنهم اختاروا تغليب التزامهم الوطني بالدفاع عن الديمقراطية والتحرر مما وصفوها بالإكرهات المكبلة التي أصبح يمثلها الانتماء لحركة النهضة من المرجح أن ترتفع حصيلة المستقلين من حركة النهضة فيما وصف بأسوأ أزمة تواجه الحركة منذ عام 2011 المزيد معنا من تونس الصحف إبراهيم البوغانمي أهلا بك سيد إبراهيم بداية جديد الاستقالات والمواقف والتصريحات أهلا مرحبا بكم الجديد هو الرقم كما ذكرته منذ قليل 131 مستقلا الحصيلة الإجمالية اليوم بعد انضمام 18 مستقلا جديدا الجديد ربما نقرأه من خلال التصريحات لا ندري إن كانت مملهجة بشكل أوركسترالي أم هي عفوية لكن رأس الحرب التي تقود المستقلين على ما نعتقد هم الثلاثي الذي يعتبر من القيادات الرمزية والتاريخية في حركة النهضة الأشد ثقة لنا عبدالطيف المكي وسامير ديلو ومحمد بن سالم كلهم يصرح اليوم للأعلام على حدة عبدالطيف المكي يقول إنه لابد من التحرك سياسيا وقانونيا وميدانيا لإعادة تفعيل مجلس نواب الشعب هذا من جهاته بالنسبة لسامير ديلو يقول إن المستقلين من الحركة ليسوا مستقلين من كتلة النهضة وهذه مفارقة في الحقيقة غريبة نوعا ما قد يكونون مستقلين من الحركة نعم وغير مستقلين من المجلس أو البرلمان برماته لكن أن يستقلوا من الحركة وأن يبقوا ضمن أو صلبة كتلتها هذا أمر غريب نوعا ما بالنسبة إلى محمد بن سالم هو تصريحه ربما كان الأكثر شفافية أو الأوضحة قليلا من خلال الرسائل الموجهة قال إنه لا يستبعد أن الأيام القادمة ستحمل حزبا جديدا يضم المستقلين من حركة النهضة وقال إننا نرحب في هذا الحزب بكل التيارات السياسية التي تدافع حسب تعبيره عن المسار الديمقراطي وكنت أريد أن أسألك إبراهيم بالنهاية سيكون دامة رجعية إسلامية هذه النقطة الرئيسية أنه إن كان الثلاثي في تفكيره وتوجهاته إلى أي حد تتفق أو تختلف مع الأفكار العامة وإيديولوجية الأخوان من خلال حزب النهضة والغنوشي تحديدا وتوجهاته وبالمقابل أصواتهم إلى أي حد لها تأثير في التحشيد بالفعل هو الجسد الأول من سؤالك على مستوى الأيديولوجيا والعقيدة أعتقد أنه هي نفسها ولنا في تجربة الإخوان في العالم ليس في تونس فقط خير مثال مثلا من نجم الدين أربكان إلى العدالة والتنمية مع أردوغان ثم إلى المستقبل مع أحمد داود أغلو طبعا العقيدة بقيت محافظة على التزامها وتماسكها وهي العقيدة الإسلامية الإخوانية أعتقد أنه ستكون هي نفس العقيدة وإن كان محمد بن سالم قال أن هذا الحزب سيكون مفتوحا لكل الديمقراطيين والحادثيين على حد تعبيره بالنسبة إلى الجزء الثاني من سؤالك هل هم قادرون على الحشد؟ نعم نعتقد أنهم قادرون على الحشد لأنه كما قلت هم قيادات تاريخية ويتمتعون إلى حد ما عند قواعد النهضة وأنصارها على الأقل على المستوى السيكولوجي يتمتعون بنوع من الحصانة السجنية لأنهم يعتبرون كما تعلمين النهضة منقسمة إلى جناحين كبيرين وقد شبى خلاف بينهما خاصة في سنوات 2012 و2013 ثم هدأت هذه الخلافات الشقان بعجالة أحاول أن أفشل الشقان هما النهضوي الداخل ونهضوي الخارج النهضوي الداخل الذين يرون أنهم عانوا وتجرعوا مرارة السجون لعاهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وقبعوا في السجون ودفعوا الثمن بينما نهضوي الخارج الذين عاصوا في أبرز العواصم الأوروبية وحتى بعض العواصم العربية وهناك نوع من الضغينة أو الحقد أو عدم الشعور بالتكافأ بين الشقان لأن نهضوي الداخل يحسون أنهم ربما هم الذين دفعوا الثمن أكثر من غيرهم هؤلاء يتمتعون الثلاثة عبدالطيف المكي ومحمد بن سالم وسامير ديرو يتمتعون بهذه الشرعية السجنية ولهم تأثير كبير على القواعد والدليل على ذلك أن الوقفة الاحتجاجية أمس لم تكن ناجحة بالشكل الذي كانوا يأملون أن تكون عليه لأن هؤلاء منقسمون ولأن هؤلاء الذين هم قادرون على التحشيد فعلا لم يوحدوا جهودهم بغض النظر عن إن كان هناك صورة تبقى الأصل عن حزب النهضة أو غيره الحديث عن الأخوان بصورة عما كونك عملت مقاربة مع تركيا نحن نعلم على الأقل في شمال إفريقيا أن الأخوان وجهت لهم ضربات كبيرة خاصة في الانتخابات هل الوضع في تونس يختلف عن الأوضاع إن كان في المغرب إن كان في ليبيا أو غيرها من المناطق أو لا أو مصر طبعا هو يختلف طبعا وأخوانه تونس هم حالة خاصة لكنهم طبعا متأثرون لأنهم يشتغلون على المستوى الإقليمي الأخوان ككل تنظيمات الدينية تقريبا خاصة الإسلامية يشتغلون إقليميا أكثر منه وطنيا يعني عندما يتقوى أخوان مصر يتقوى الأخوان في تونس وهذا لمسناه وأحسسناه بشكل كبير عندما سقط الأخوان في مصر يعني زعزعت أركان حركة النهضة في تونس وحتى الخطاب وحدة مخاطبة التونسيين اختلفت كثيرا وحتى بعض البرامج غيروا في بعض تفاصيلها على مستوى ربما الاستحواذ على السلطة أو بعض المؤسسات العمومية لكن أن نقول أنهم تبقى الأصل من أخوان تركيا أو أخوان المغرب الذين سقدوا بالسناديق مؤخرا أو أخوان ليبيا ليسوا تبقى الأصل لهم حالة خاصة ربما يقول بعض المحللين أخوان تونس الأكثر مكرا أو ذكاء أو دهاء كلهم يفسروا حسب ما يرى لأنهم يمارسون السياسة إلى جانب الدعوي ربما أخوان مصر غارقون في الجانب الدعوي أخوان تونس وخاصة راشد الغنوشي يمزج بين السياسة والدعوي من تونس الصحف إبراهيم البغانمي شكرا جزيلا لك طلب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي طلال اللاميهوب النائب العام بفتح تحقيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن قرار تشكيل لجنة لمنح الجنسية الليبية قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان إن قرارة بيبة غاية في الخطورة ويهدد الأمن القومي للبلاد من الناحية الديمغرافية المزيد معنا من القاهرة محمد الأسمر المحلل السياسي الليبي أهلا بك سيد محمد بداية إثارة هذا الموضوع والبدء بتحريكه خاصة أنه موضوع ليس بالموضوع الجديد من أيام القذافي كان هناك في بعض التعديلات وكان في مطالبة لتغيير هذه التعديلات مرورا ووصولا إلى الآن إعادة إحياءه في هذا التوقيت بالذات ما دللاته أهلا وسهلا مرحبا حياكم الله تصريح رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الليبي لا يعد إلا ممحكة سياسية في إطار توجيه الاتهامات للحكومة نحن دائما نقف مع التشريعات والقوانين ما يخشى منه رئيس لجنة الدفاع في إشاراته لضرورة دخل النائب العام هو ما يتعلق بالديمقرافية الليبية بإحلال جنسيات الليبية ولا يتحدث عن منح جنسي الليبي معلي أعطيني تبريرات دخول في نص قانوني وموضوع قانوني أصلا ليبيا منذ البداية هي ربما من الدول القليلة التي وقعت على اتفاقات دولية دول أخرى إفريقية لم توقع عليها بهذا الإطار قضية الجنسية مفتوح منذ الأزل الآن بوقت في انتخابات الآن في وقت هناك مظاهرات نزلت بالشارع هناك تجريد للحكومة من صلاحياتها لماذا الخوط فيه دعونا نبدأ هنا وبعدها نحكي عن ردود الفعل على الإطلاق تماما هذا مرتبط بدايك الآن الخوط في هذا الموضوع هذه مجموعة من المسائل المتعلقة التي الآن تحاول الحكومة أن تسترضي بها قطاعات واسعة من الشعب الليبي قطاع كبير جدا من النشطات النسائيات تريد أن تمكن لهذا الموضوع أن ينتهي وهو يتعلق فعلا بمنح الجنسية لأبناء الليبيات المتجوزين من غير الليبيين تجاوبة الحكومة مع ذلك ولكن في حد الآن مع الإعداد والتأطير العام كل يسحى لترخيص نفسه لننسى أن الحكومة قد أمرت بخروج مظاهرات ودعمتها ومولتها لتمكن لنفسها في حالة استجابة في الشارع الليبي بالإضافة لمنح العديد من المزايا المالية خاصة لفئات الشباب هنا يجب الرجوع بالمفاضلة ما هو معقول بين الترسيخ وبين المطالبة بالمسائلة القانون الليبي رقم 24 لسنة 2010 بشأن الجنسية في مادته السادسة يجب على اللجنة الشعبية العامة أنا داك تقوم بمقامة رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة مركزية صحيح ما حدا بيختلف سيد محمد أنا ذكرت من البداية أنا ذكرت من البداية أنه موضوع جدا مهم موضوع مفتوح وفي مطالبات للمساواة بين الرجل والمرأة بهذا الإطار وإعطاء المرأة حقها في النطاعة الجنسية لأولادها يعني موضوع ليس موضوع هامشي بالمصيري لكل الليبيين ولكن نحن الآن نتحدث عن فترة يتم الحديث فيها عن إخراج المرتزقة البلاد لازالت مفتوحة لمن دخل إليها ولمن خرج لماذا طرحوا الآن نحن عندك حكومة مؤقتة سحبة الثقة منها من طرف من البرلمان لماذا طرحوا الآن البعض يشكك شوفي أختي العزيزة شوفي أختي التشكيكات مطلوبة لأن هناك أطراف متصارعة نحن وضحنا الحكومة الآن تقوم بهذه الإجراءات لأنها تؤطر وترسخ لنفسها بأنها تقوم بحل العديد من الإشكالات في فترة تقترب من فترة الانتخابات وهي تقوم بشيء ممكن أن تقوم به بالتنفيذ أو حتى بالدعاية لذلك ابتعادة على الأشياء التي لا تستطيع القيام بها موضوع خروج المرتزقة والقوات الأجنبية لم تصرح الحكومة على نسان رئيسها حتى برغبتها أو نيتها في محاكات ومخاطبة الدول تجاه ذلك وهذه نقطة متلاحقة الآن مرغم أنه استحقاق كان يجب أن يكون قبل قدوم هذه الحكومة نحن نرى للموضوع من جانبين كانت الحكومة تعمل ذلك ترسيخا وتمهيدا لبرنامج انتخابي أو تمديدا لوجود هذه الحكومة للذين يقوم بانتخابات برلمانية دون الرئاسية وتبقى هذه الحكومة لمدة طويلة إذن هي حتى كحكومة تسيير أعمال مناطبها تسيير الحياة اليومية للمواطنين وهذا جانب يومي نحن نرى أنه حتى في إطار حملة سياسية أو دفع انتخابي وتقوم الحكومة بتنفيذ شيء وأمر مطلوب وشرعا قارونا لا ينبغي للجانب الآخر وهو البرلمان آسف في عجالة هو جهة مشرفة ومتابعة للحكومة يعني هناك مطالب أخرى شعبوية بالشارع أيضا تحتاج للتحرك ويمكن تحريكها من خلال الحكومة لو أرادت ذلك من القاهرة محمد الأسمر المحلل السياسي الليبي سؤال ما هي الأولويات الآن شكرا جزيلا لك نبقى في الملف الليبي ففيما تتزايد المخاوف حول مصير الانتخابات المقررة في ليبيا في ديسمبر المقبل وجه أعضاء في ملتقى الحوار السياسي الليبي رسالة إلى المبعوث الأممي بأن طبعا كوبيش لمطالبات بعقد جلسة طارئة حول تلك المسألة 46 عضوان من الملتقى شددوا في رسالتهم هذه على تمسكهم بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد سابقا في الرابع والعشرين من ديسمبر محذرين من وجود تطورات خطيرة قد تعيق هذا الإجراء الهام طبعا سعودي إحدى أعضاء الملتقى أوضحت أن الرسالة تشكل ثالث طلب موجه في الأون الأخيرة إلى كوبيش الذي لم يرد حتى الآن ويحدد موعد لمناقشة الأمر يأتي هذا القلاق على مصير هذا الاستحقاق الانتخابي الهام مع ارتفاع هذه الخلافات مؤخرا بين البرلمان من جهة والحكومة والمجلس الأعلى للدولة من جهة أخرى ما دفع العديد من الدول الغربية والأمم المتحدة للتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة إن رئيس الوزراء عبد الحميد التقى وفدا من وزارة الدفاع البريطانية بحث معه دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 كما ناقش اللقاء ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب حيث أشار الطرفان إلى عقد لقاء نهاية الشهر لمناقشة التفاصيل المكتب الإعلامي وفي بيان له أضاف أن اللقاء تناول أيضا المساعدة في إعادة بناء المؤسسة العسكرية الليبية وجهود الحكومة في توحيد الجيش في الخامسة ولكن بعد قليل الكريملين يؤكد رغبته باستمرار العلاقات مع ألمانيا في حقبة ما بعد ميركل أهلا بكم مجددا إلى الخامسة ونكمل من اليمن حيث قال وزيرة الخارجية هناك أحمد عوض بن مبار قال إن الحوثيين يشنون حربا شاملة على الشعب اليمني بدعم عسكري كامل من إيران مشيرا إلى أن الأخيرة جزء من الأزمة للحل جاء ذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يأتي انعقاد هذه الدورة واليمن ما يزال منذ سبع سنوات يعيش ظروف صعبة وقاسية نتيجة الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على شعبنا بدعم اللوجستي وعسكري من النظام الإيراني بهدف زأزاعة الاستقرار في اليمن والمنطقة وخلق كيانات طائفية وميليشيات مسلحة مرتبطة بها وهو الأمر الذي يؤكد بأن إيران كانت ولازالت جزء من المشكلة وليس من الحل في اليمن جميع هذه الجهود للأسف قوبلك بالتعنت الكامل من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها النظام الإيراني بل أنها قامت باستغلال ذلك للحجد والتصعيد ومهاجمة المحافظات والمدن وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين في العديد من محافظات ومدن اليمن وما ترونه اليوم من تصعيد حوثي في مارب التاريخ والحضارة هذه المحافظة التي تشن عليها ميليشيا الحوثي حملة أسكرية هوجاء منذ أشهر وتستهدف الأحياء السكنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة دون اكتراث لحياة المدنيين والنازحين الفارين من مناطق سيطرتها اتجه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفون إلى المنطقة في زيارة تشمل السعودية والإمارات البيت الأبيض قال أن الزيارة ستشمل مناقشة العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة كما صحب سوليفون في الزيارة المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه كلف القوات المسلحة بتأمين أعمال التنمية في شبه جزيرة سيناء السيسي قال أن الإرهابيين لا يريدون من الدولة العمل على تنمية ميناء السيناء لما بنقول أن أنت عايز تنقل المية ديت أكتر من 100 كيلو شوف العمل الهندسي والمنشآت والمواد اللي دخلها في نقل المية ديت عشان توصل إلى الأماكن اللي حيتم زراعتها اللي أنا بقول عليها شبكة نقل المية أو شبكة الري انشئتوا من أنتوا تسموها كده بصوا حضراتكم عشان يعمل الكلام دوت بيتعامل ما يقرؤ زي دفق بشكل أو بآخر ترعة تانية بتتحط فيها المواسير بالشكل اللي انتوا شايفين دي انتوا عرفتوا ليه الإرهاب في سيناء عرفتوا ليه عشان ده ما يتعملش عشان تفضل كده الحرب حربين حرب ضد الإرهاب وحرب البناء قال أرمين لاشيت سعيم الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل قال إن الحزب يحتاج إلى التجديد بعد تقديم أسوأ أداء انتخابي له منذ الحرب العالمية الثانية وقال إنه يتحمل مسؤولية الهزيمة أمام الحزب الاشتراك الديمقراطي لكن لا يمكنه القبول بهذه النتيجة معربا عن استعداده لرئاسة حكومة ائتلافية من جانبه قال أولاف شولتس مرشح المستشار عن حزب الديمقراطيين الاشتراكيين إن لديه تفويض لقيادة الحكومة الألمانية المقبلة مشيرا إلى أنه سيسعى إلى تشكيل ائتلاف مع حزب الخضر والديمقراطيين الأحرار لقد تحدث الناخبون بوضوح شديد وقالوا من يجب أن يشكل الحكومة المقبلة لقد عززوا ثلاثة أحزاب الديمقراطيون الاشتراكيون وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر وهذا بالتالي هو التفويض الواضح الذي منحه مواطن هذا البلد ويجب أن يشكل هؤلاء الثلاثة الحكومة المقبلة أما حزب الاتحاد المساحي والاتحاد المساحي الاجتماعي لم يخسر الأصوات بشكل كبير فحسب بل تلقي بالفعل رسالة من المواطنين مفادها أنه لا ينبغي لهم الآن أن يكون في الحكومة وأن يتجه بدلا من ذلك إلى المعارضة هذا وقد أعرب الكريملين عن أمله في الحفاظ على الاستمرارية في العلاقات مع برلين غداة الانتخابات التشريعية الألمانية المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قال إنه من مصلحة روسيا أن تتواصل هذه العلاقة مؤكدا أن بلاده تسعى إلى تطوير العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا وحل المشكلات معها عبر الحوار بعد العملية التي نفذتها إسرائيل ضد داخلية لحماس في الضفة الغربية قالت الحركة قالت إنها ستنقل معركتها من قطع غزة إلى مدن الضفة القيادي في الحركة باسم نعيم قال أيضا أن المعركة في الضفة ستبدأ بمقاطعة شاملة وصولا لمواجهة مسلحة تهدف إلى استنزاف الجيش الإسرائيلي في معركة طويلة الأمد من جهة أخرى نتحدث عن سوريا المرصد السوري أكد تصدي الدفاعات الجوية لهجوم صاروخي على قاعدة حميميم العسكرية التابعة للقوات الروسية في ريف اللاذقية ضمن الساحل السوري لفت المرصد أن الصواريخ سقطت في أراضي زراعية برفي القرداحة وجبلة ما أسفر عن أضرار مادية نافيا وجود أي معلومات حتى اللحظة عن سقوط أي صاروخ داخل قاعدة حميميم التي وصفها بالقاعدة الروسية الأكبر في سوريا إلى ملف كورونا هل يمكن أخذ الجرعة الثالثة من لقاح مختلف عن الجرعتين الأولى والثانية طبعا سؤال برزة بعد الحديث عن الحاجة لجرعة ثالثة معززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا بحسب تقرير نشرته شبكة NBC لا تزال إدارة الغذاء والدواء الأمريكية متشككة في خيار المزج بين أنواع اللقاحات المختلفة وذلك بسبب نقص البيانات نائب مدير قسم اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قال إن قرار الجرعات المعززة يشمل الحاصلين على لقاحات فايزر بايونتيك في هذه المرحلة ولهذا فإن المؤهلين للحصول على الجرعة الثالثة هم الحاصلون على جرعتين من ذات اللقاح هذا الأمر يعني أن الحاصلين على لقاحات موديرنا أو جونسون أن جونسون عليهم الانتظار لكن الطبيب تحدث عن سعي إلى طمأنة الحاصلين على جرعات موديرنا وجونسون أن جونسون دعونا نتابع ماذا قال صحتك مهمة تماما وعلينا التأكد من حمايتك ضد كوفيد-19 لهذا تعمل إدارة الغذاء والدواء مع موديرنا وجونسون لمعالجة البيانات بأسرع وقت ممكن بهدف تقديم توصيات حول الجرعات المعززة الطبيبة كريستينا راستاد من كلية الطب جامعة موريك قالت لشبكة NBC News قالت إنها تتوقع الموافقة على منح جرعات معززة خلال الفترة القريبة المقبلة خاصة أنها تتشابه وتتشارك في التكنولوجيا المستخدمة في هذا اللقاح لكنها أضافت أنه حتى الآن لم يتم الموافقة على الخلق بين جرعات اللقاحات لأن المعلومات المتوفرة حول هذا الأمر لا تزال محدودة جدا الطبيب في جامعة جونس هوبكنز ويليام موس قال إنه لا يوجد سبب مناعي للاعتقاد بأن خلط اللقاحين سيكون مشكلة بأي شكل من الأشكال خاصة للقاحات فيسر وموديرنا نتوقع أن تنتهي جائحة كورونا وأن تعود الحياة إلى طبيعتها في غضون عام من الآن ولكن قد نحتاج إلى جرعة من اللقاح بشكل سنوي على الرغم من احتمال استمرار ظهور أنواع جديدة من فيروس كورونا حول العالم بشرة صار يزفها رؤساء كبرى شركات اللقاحات في العالم في الولايات المتحدة ما هي التفاصيل في هذا التقرير؟ النفق الطويل والمظلم قد يصبح أكثر إشعاعاً في القريب العاجل هذا ما يتوقعه رؤساء كبرى شركات اللقاح الأمريكية بانتهاء جائحة كورونا خلال عام الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرد بورلا أعرب عن أمله في عودة الحياة إلى طبيعتها في غضون عام مشيراً إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى أخذ جرعة من اللقاح بشكل سنوي خصوصاً مع انتشار متغيرات شديدة العدوى توقعات بورلا تتماشى مع نظيره الرئيس التنفيذي للشركة موديرنا ستيفان بانسل الذي يفترض فيها بأن تعود الأمور إلى طبيعتها في غضون سنة كذلك وذلك مع زيادة إنتاج اللقاحات وبالتالي توفير إمدادات عالمية كافية رئيس شركة موديرنا أوضح أن الوضع سيكون في نهاية المطاف شبيهاً بالإنفلونزا والاعتماد على اللقاحات السنوية لتخفيف حدة المرض إن أصيب الشخص ومع بدء تعافي الدول الغنية يشتاح الفيروس البلدان النامية فالتفاوت الكبير في معدلات تطعيم بين العالمين واضح مع تشديد منظمة الصحة العالمية على ضرورة تقديم الجرعات التي تعهدت بها الشركات المصنعة لللقاحات والدول الغنية لصالح الدول الفقيرة وفقاً للبنك الدولي أعطت البلدان ذات الدخل المرتفع ما معدله 97 جرعة لكل 100 نسمة مقارنة بجرعتين فاصل 6 فقط في البلدان المنخفضة الدخل مع أمل تحالف كوفاكس الدولية الرامية لإتاحة اللقاحات للدول المنخفضة الدخل بتلقيح 20% من سكان الدول الفقيرة أو متوسطة الدخل على الأقل رشخيات العربية اكتملت العمليات الإنشائية في مستشفى عدن بنسبة 95% طبعاً هذا المشروع هو مشروع إعادة تأهيل المستشفى وبتمويل مباشر من صندوق التنمية السعودي وبإشراق مباشر من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ويستعد الاستقبال المراجعين خلال الأشهر القادمة بطاقة استعاعبية تصل إلى 200 سرير بإمكانيات طبية متطورة أكمل مستشفى عدن العام 95% من إنشاءاته التي يماولها الصندوق السعودي للتنمية بإشراف مباشر من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بسعة 200 سرير وثمانية أقسام مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن يتكون من مشروعين في الأساس هو مشروع إعادة تأهيل مبنى القديم وإنشاء مركز تخصص جديد لأمراض القلب وهو يعتبر المستشفى الأول من نوعه في مدينة عدن كمستشفى تخصص لأمراض وقرحة القلب يمثل مركز القلب الجديد في هذا المستشفى نهضة طبية في عدن حيث يعالج هذا القسم بشكل مجاني مرضى القلب كجهاز تشخيص القلب هذا الذي يعمل بأعلى المعايير وينهي 90% من معاناة مرضى القلب الجهاز هو جهاز القسطرة القلبية كثيرة جزيشن لاب ومهمته هو الأطباء يقومون بعمل كثيرة يعني عبارة عن قسطرة تدخل في الشرايين القسم المختلفة وتقوم بعمليات فتح الثغرات أو التخسرات التي تكون موجودة أحيانا خاصة أن هناك مشكلة كبيرة تواقهنا في أن هذه العمليات في الأماكن الأخرى تكون مكلفة تبلغ قيمة المشروع 50 مليون دولار وسيمثل نقلة نوعية بالقطاع الصحي في عدن عند دخوله الخدمة قريبا بفارغ الصبر ينتظر أهالي عدن انتهاء هذا المشروع الذي سيفتتح تقريبا خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر لينقل مستشفى عدن العام مستوى الخدمات الطبية في مدينة عدن إلى مستويات عالية عبد المحسن الحربي لقناتي العربية والحداث عدن امتدت تيارات الحمم من بركان كومفير فيهخا في لابالما فيهجا عدرا الإسبانية إلى البلدات والحقول المجاورة أظهرت لقطات جوية نهرا من الحمم البركانية تتدفق على منحدرات فوهة البركان وذلك بالقرب من المنازل خلال زيارة له في مدينة ليون تعرض الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون للقذف ببيضة من قبل أحد معارضيه والذي هتف بعد ذلك تحية الثورة ترجمة نانسي قنقر الخامس انتهت شكرا للمتابعة مشاهدينا ابقوا معنا